موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه نشرة أخبار 7E News من قناة الظفرة أهلا بكم والبداية مع العناوين رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان علاقات البلدين الكريملين ولي العهد السعودي يعرب عن دعمه لبوتين فيما يتعلق بأحداث الرابعة والعشرين من يونيو موسيقى بوتين أي ابتزاز ومحاولات لترتيب الأضراب الاستراخلية في روسيا محكم عليها بالفشل موسيقى تحتفل البرازيل والأرجنتين بمرور 200 عام على العلاقات الدبلوماسية موسيقى هذه كانت العناوين وإلى التفاصيل أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا مع فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بحث خلاله العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة وأكد صاحب السمو رئيس الدولة ضرورة الحفاظ على استقرار روسيا الاتحادية وأمن شعبها الصديق وسلامته من جانبه أعرب الرئيس الروسي عن اعتزازه بمستوى تطور علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وروسيا في مختلف المجالات كما هنأ فخامته صاحب السمو رئيس الدولة مناسبة عيد الأفحى المبارك متمنيا لسموه دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات مزيدا من الازدهار هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية لمناسبة حلول عيد الأفحى المبارك وقال سموه في حسابه عبر تويتر كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بألف خير وصحة وسلام لمناسبة عيد الأفحى المبارك عدو الله علينا وعلى المسلمين بالأمن والأمان والسلامة والإسلام يقف المسلمون اليوم بعرفة وقلوبهم متوحدة ودعاءهم واحد ورجاءهم رحمة الله ومغفرته وجنته نسأل الله أن يتقبل منهم طاعاتهم ودعواتهم وأن يوحد قلوبهم دوما وأبدا على الخير والمحبة والسلام قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة واجب العزاء في وفاة آمنة حمدان راشد النعيمي زوجة علي مرزوق بن كامر الشمسي وأعرب سموه خلال زيارته لمجلس العزاء في منطقة الآبار بمدينة الشارقة عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الفقيدة داعيا للمولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المنسى التنفيذي في تغريدة على تويتر في هذا اليوم المشهود نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيته العتيق ومنا ومنكم صالح الأعمال ونبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والأمة العربية والإسلامية حلول أيدي الأفحى المبارك وعساكم من عوادة قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية يوم عرفة هو يوم عظيم من أيام المسلمين يجتمع فيه الحجاج من جميع الأعراق والأقطار بدعواتهم وأمانهم في أطهر بقاع الأرض وأضاف سموه في تغريدة على تويتر أسأل الله أن يتقبل دعائهم وصالح أعمالهم وأهنئ حكام الإمارات وشعبها والشعوب العربية والإسلامية بعيد الأفحى المبارك سائلنا الله عز وجل أن يجعل هذا العيد فرصة لمد جسور التواصل والإحسان ونشر مشاعر البهجة وأن تعم بركته وخيراته على العالم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير صورة نشرها رائد الفضاء سلطان النيادي مغردا حجاج بيت الله الحرام طبتم وطاب مساءكم وختم بالصالحات أعمالكم في يوم الحج الأكبر منظر للمشاعر المقدسة التقطته بالأمس في يوم التروية ويظهر فيه بيت الله الحرام انطلق اليوم بنجاح القمر الإصطناعي فاي التجريبي من قاعدة فضائية في روسيا على متن الصاروخ سيوج 2 ضمن مبادرة استضافة حمولة الأقمار الإصطناعية فاي وتهدف هذه المبادرة الرائدة التي يقودها مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي إلى زيادة عدد الدول المستفيدة من أنشطة بناء القدرات لتطوير وتصنيع ابتكارات الأقمار الإصطناعية كخطوة مسبقة لاستكمال تطويرها بما في ذلك دعم المعرفة التقنية والعمليات الهندسية والبنية التحتية ذات الصلة بها بتكلفة اقتصادية ويعد القمر إماراتي الصنع 100% حيث تم تصنيع كل أجزاء القمر الميكانيكية في الإمارات بالتعاون مع القطاع الخاص بينما ستعمل مهمة القمر الإصطناعي فاي التجريبي على تطوير تكنولوجيا الفضاء بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباحي هذا اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة للعام 1444 للهجرة بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة وتحفهم العناية الإلهية ملبيين متذرعين داعين الله عز وجل أن يمنى عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهرة متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاء لتنظيمهم حسب خطة تسعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تحث أفراد المجتمع على تجنب الذبح العشوائي للأضاحي واللجوء إلى المسالخ الحكومية لضمان الوقاية من الإصابة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة إلى الحفاظ على الأمن الحيوي والبيئة الصحية في الإمارة الأمن الحيوي صحة وقاية واللدبح قبل فترة من موعد دبحة وفر للعلف والماء الكافيين على أن يتم إيقاف تقديم العلف دون الماء قبل 12 ساعة من الدبح وإلى الأخبار العربية والعالمية أعرب ولي الأحد السعودي محمد بن سلمان عن دعمه للرئيس الروسي فلانيومير بوتين فيما يتعلق بأحداث الرابعة والعشرين من يونيو الجاري واجاء في بيان الكريملين فيما يتعلق بالأحداث التي شهدتها روسيا أعرب محمد بن سلمان آل سعود عن دعمه للإجراءات التي تتخذها القيارة الروسية لحماية النظام الدستوري وحياة المواطنين وأمنهم كما أضاف البيان أن بوتين ومحمد بن سلمان ناقش خلال محادثة هاتفية تطوير التعاون الروسي السعودي خلال المحادثة تم التطرق أيضا إلى بعض القضايا المتعلقة بتطوير التعاون الروسي السعودي متبادل المنفعة جرت مكالمة هاتفية جمعت رئيس جمهورية تونس قيس سعيد بالوزير الأول الهولندي مارك روتا وتطرقت المكالمة إلى العلاقات المتميزة بين البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما كما تم التطرق إلى الاجتماع الأخير بتونس الذي ضم إلى جانب الوزير الأول الهولندي رئيسة الحكومة الإيطالية ورئيسة المفوضية الأوروبية وعبر الوزير الأول الهولندي عن استعداد بلاده لمزيد الاستثمار في تونس خاصة في مجال المياه والطاقات المتجددة شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الروس على تحملهم وتضامنهم ووطنيتهم في الأيام الأخيرة مؤكدا أن أي محاولات لإحداث مشاكل داخلية محكوم عليها بالفشل وقال بوتين في كلمة متلفزة أصدقائي الأعزاء جميع مواطني روسيا شكرا لكم على التحمل والتضامن والوطنية وقد أظهر هذا التضامن أن أي ابتزاز ومحاولات لترتيب الإضطرابات الداخلية محكوم عليها بالفشل مضيفا كان من الممكن قمع التمرد المسلح على أي حال ولم يدرك منظم التمرد ذلك وأكد بوتين أن منظمي التمرد قاموا بخيانة الناس وأولئك الذين شاركوا في التمرد مشيرا إلى أن أعداء روسيا كانوا يريدون أن تغرق البلاد في الدماء لكنهم أخطأوا في حساباتهم وأكد بوتين أن وعده إلى قوات فاغنر سيتم الوفاء به مشيرا إلى أنه يمكن لمقاتلي شركة فاغنر العسكرية الخاصة مواصلة خدمتهم في وزارة الدفاع الروسية أو الذهاب إلى بلا روسيا أعلن المكتب الصحفي التابع لجهاز الأمن الروسي عن إغلاق التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح بسبب توقف الأعمال الإجرامية وقال بيان صادر عن المكتب أثناء التحقيق في القضية الجنائية التي فتحتها إدارة التحقيق التابعة لهيئة الأمن الروسي في اليوم الثالث والعشرين من يونيو بشأن حدوث تمرد مسلح تم إثبات أن في الرابع والعشرين من يونيو توقف المشاركون الإجراءات والتصرفات الموجهة بشكل مباشر لارتكاب جريمة ومع الأخذ في الاعتبار هذه الظروف وغيرها من الظروف ذات الصلة بالتحقيق أصدرت هيئة التحقيق قراراً بإغلاق القضية الجنائية قال البيت الأبيض إن الدبلوماسيين الأمريكيين تواصلوا مع نظرائهم الروس في الوقت الحقيقي لمناقشة المخاوف الأمنية أثناء تمرد مجموعة مرتزقة فاغنر وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي لقد أجرينا اتصالات مباشرة جيدة مع الروس على مدار أطلة نهاية الأسبوع ونتوقع أن يكون ذلك قادراً على الاستمرار في المضي قدماً مضيفاً أن المسؤولين الأمريكيين يواصلون مراقبة الموقف النووي لموسكو أثناء غزو القوات الروسية لأوكرانيا الموالية للغرب وأنهم لم يروا أي مؤشر على وجود أي نية لاستخدام أسلحة نووية داخل أوكرانيا أعرب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن رأي مفاده أن أوكرانيا لم تعد دولة ذات سيادة وتحقيق السلام يعتمد على الولايات المتحدة وليس عليها وقال أوربان في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية لم تعد أوكرانيا دولة ذات سيادة وليس لديها أموال ولا أسلحة ولا تستطيع القتال إلا بفضل المساعدة مضيفاً أن الولايات المتحدة تقرر متى سيحل السلام وتابع الحقيقة هي أن التعاون بين أوكرانيا والغرب قد فشل وأعتقد أن حقيقة أن الأوكرانيين يقاتلون في الخطوط الأمامية وأننا ندعمهم مالياً وبالمعلومات والأدوات ويمكنهم كسب الحرب ضد روسيا هي سوء فهم للوضع التقى رؤساء البرازيل لويس لولا دا سيلفا والرئيس الأرجنتيني ألبيرتو فرنانديز في قصر بنالتو في برازيليا للاحتفال بمرور مئتي عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ويزور فرنانديز البرازيل لتسجيع الصادرات البرازيلية إلى الأرجنتين البلد الغارق في أزمات عملة خرج العشرات من نشطاء المناخ إلى الشوارع في مدينة نيويورك للاحتجاج ضد مشاريع الوقود الأحفوري وإرسال رسالة إلى نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التي حضرت حفلاً سنوي المتظاهرون حملوا لافتات كتب عليها الوقود الأحفوري كامالا خارج الوقود الأحفوري ولا كبرياء على كوكب ميت نندد بذلك أما الآن مشاهدين فإلى مقال اليوم مقال اليوم اخترناه لكم من موقع 7E News للدكتور فيصل بن عبد الرحمن تحت عنوان ذكاء صناعي وتقنيات حديثة وتطبيقات ذكية لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام جاء فيه ضمن ما يوليه مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله من رعاية بالحرمين الشريفين وعناية واهتمام بخدمة ضيوف الرحمن وتوجيهاتهما الكريمة بتوفير كل ما يعينهم على أداء حجهم بسهولة ويسر وكذلك الاهتمام بالرقي بمجال التعاملات الإلكترونية وحفظ مكانة المملكة في مصاف الدول المتقدمة ولدعم مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية الطموحة 2030 شهدت أعمال الحج قفزات عالية ولتصبح اليوم صناعة متخصصة تقدم باحترافية كبيرة ومهنية عالية فجميع القطاعات والجهات ذات العلاقة بأعمال الحج حققت إنجازات غير مسبوقة في مجالات التقنية وذلك بتطبيقها لكثير من المشروعات الإلكترونية لتعزيز تجربة ميسرة وآمنة لضيوف الرحمن أما الآن فإلى أخبار بانراما تمكنت فرق الدفاع المدني وشرطة عجمان من السيطرة على حريق في أحد أبراج عجمان ون وإخماده دون وقوع أي إصابات وأوضح العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية في شرطة عجمان أنه تم بالتنسيق مع ورفة العمليات بالشرطة توفير مركز شرطة متنقل يقدم خدمات البلاغات والشهادات والفقدان لسكان البرج المتضرر في موقع الحدث إلى جانبي تشكيل فريق عمل برئاسة ضابط مناوب على مدار الساعة للإشراف على الموقع وتأمينه دفعت الصور المؤلمة للقلب للفيلة والماشية التي تأكل البلاستيك في سريلانكا السياسيين في البلاد إلى تجديد قوانين التلوث لكن دعاة حماية البيئة المشككين يحذرون من تجاهل الحضر السابق مرارا وتكرارا وذلك بعد وفاة ما يقدر بنحو عشرين نفيلا ونفوق عدد لا يحصى من الحيوانات البرية الأخرى بسبب المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في العقد الماضي في حين يقول المسؤولون إن قانونا يحضر العديد من هذه العناصر من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في غضون أسابق أما كاريكاتير اليوم فقد اخترناه لكم من جريدة الوطن العمانية بريشة الفنان ياسين الخليل بعنوان الجريمة الإلكترونية تدخل كالسجن أما إنفقراف اليوم فقد اخترناه لكم من وكالة أنباء الإمارات بعنوان أسهم الإمارات تضيف 220 مليار درهم لرأس مالها السوقي خلال النصف الأول من العام الجاري أما التغريدة الأولى لهذا اليوم فقد اخترناها لكم من الحساب الرسمي لمكتب دبي الإعلامي جاء فيها تكبيرات العيد في برج خليفة أما التغريدة الثانية لهذا اليوم فقد اخترناها لكم من الحساب الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي جاء فيها المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء نعمة تقدم نصائح وتوجيهات لمساعدة أفراد المجتمع على تجنب هدر الطعام خلال احتفالهم بعيد الأفحى المبارك وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة في أبوظبي ترجمة نانسي قنقر أما حديث الكاميرا لهذا اليوم فقد اخترناه لكم من توكيو إذ انطلق عالم الألبكة الرقيقة التي يمثل حديقة الحيوانات الأليفة الداخلية في مغامرة خارجية مع هذه المخلوقات المبهجة في نزهة تقليدية على طول شوارع توكيو الهدف من النزهة هو تزويد سكان المناطق الحضرية والمقيمين بفرصة فريدة للتفاعل والتواصل مع هذه الألبكة الساحرة أما الآن فإلى أخبار الاقتصاد من 7E News قام سعادة محمد الشامسي سفير الدولة الإمارات لدى جمهورية البيرو بزيارة إلى مرافق شركة موانئ دبي العالمية في ميناء كاياو التقى خلالها معالي باولا لازارتي وزيرة النقل والمواصلات البيروفية وتفقد سعادته مع معالي الوزيرة أعمال التوسعة للرصيف الجنوبي لميناء كاياو والمحطة الشمالية متعددة الأغراض لزيادة مساحة الشحن ودعم الخدمات اللوجستية قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشينغ في اجتماع لقادة السياسة ورجال الأعمال العالميين في مدينة تياجن السياحلية إن بكين واثقة وقادرة على دفع التنمية المطردة وطويلة الأجل لاقتصاد الصين وإلى أسواق المال والأعمال في أهم العواصم العربية والخليجية نتابع النشر مستمر مشاهدينا وإلى أخبار الرياضة من سبين اي نيوز توجى فريق نادي غنتوت للبولو باللقب بطولة أطلانتس الدولية السنوية للبولو التي اختتمت في مدينة طنجة المغربية بمشاركة أبرز اللاعبين من دولة الإمارات والأردن وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وإسبانيا وإيطاليا والمغرب مستضيف البطولة الدولية وضمت الأندية المشاركة في البطولة ممثل البولو الإماراتي وفريق أجافي بولو وفريق نادي إيرستو للبولو وفريق نادي بوليرتوس بجانبي فريق نادي بي جي اتش بالميري المغربي تستأنف سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة جولاتها في المضامير الأوروبية من جديد عندما تحتضن إيطاليا يوم غد الأربعاء قمة مواجهات المحطة الرابعة للكأس التي انطلق موسمها من البولو الفرنسية وعرجت على الولايات المتحدة الأمريكية ثم المحطة العربية في تونس ضمن ثالث جوالاتها وعن حوال الطقس في بعض من الدول العربية والعالمية ختام النشر مشاهدينا وهذا تذكير بالعنوين رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان علاقات البلدين الكرملين ولي الأحد السعودي يعرب عن دعمه لبوتين فيما يتعلق بأحداث الرابعة والعشرين من يونيو بوتين أي ابتزاز ومحاولات لترتيب الاضطرابات الداخلية في روسيا محكوم عليها بالفشل تحتفل البرازيل والأرجنتين بمرور مئتي عام على العلاقات الدبلوماسية كنا معكم مشاهدينا من سبيني نيوز في أمان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة